وسط هذه الكروم والبساتين الفلاحية بمنطقة بل أحمر بالبسباس ولاية الطرف مشاهد هؤلاء الفلاحين يتفقدون منتوجاتهم من العنب التي احتأدوها معطاء وبجودة ثمار ممتازة غير أن هذه السنة كانت مختلفة النتيجة كانت ممتازة صحانة ومع دولة تشتاء ومع دولة صحانة يسمى الله عالم نحن كنا بالانتظار لها عام تاك تشوفوا كانت فيه تأخر في النضجة العنب خاصة في الأصناف الملونة كالردقلوب وكاردينال كانوا تروا تأخر كبير خاصة في بعض المناطق كانت للمرة الأولى كانت توقعت أن الإنتاج حيكون أكثر من العمليفات لكن بعد هذه الصعوبات والأزمات لعادة درس الحرارة نقص الإنتاج في العناقية العنب الأمطار الأخيرة غير الموسمية وقبلها الجفاف عوامل أثرت سلبا على مردودية الإنتاج بمزارع العنب الممتدة هنا والتي كانت تجود كل سنة بأفضل محصول موسم استثنائي نظرا للظروف المناخية التي سادت الولايات على غرار باقي ولايات الوطن بداية بالجفاف ثم تساقط أمطار الخير بداية من 19-20 ماي إلى غاية شهر جوان كذلك الحرارة الشديدة التي سادت الولايات على غرار باقي ولايات الوطن أمل هؤلاء الفلاحين قائم في إعطاء نفس جديد لهذه الشعبة من خلال مرافقة فعلية من السلطات خاصة وأن شعبة العنب بهذه المنطقة حققت إنتاجا وفير في الأعوام السابقة مقارنة بهذه السنة مقارنة بهذه السنة مقارنة بهذه السنة خلال موسيقى موسيقى